الى تفاصيل اطمأن وزير الصحة الدكتور علي حياصات اليوم على صحة افراد الاسرة الراقدين على اسرة الشفاء في مستشفى الملك المؤسس اثر سقوط قذيفة من الاراضي السورية على منزلهم في بلدة الرمثة مساء امس وكان ستة مواطنين اصيبوا اثر سقوط قذيفة من سوريا على منزل يقع على طريق الطرى الرمثة وتم نقلهم الى مستشفى الملك المؤسس لطلق العلاج مدير المستشفى الدكتور ابراهيم بنيهاني قال ان المصابين يتلقون العلاج اللازم وانهم جميعا بصحة جيدة ووضعهم مستقرة واشار بنيهاني الى ان جميع المصابين من عائلة واحدة وهم رب الاسرة عوض مرع المخادمة واولاده محمد ونجم وبشار وماهر ويزن وكان مصدر النسؤول قال ان القذيفة سقطت خلال اجتباكات وقعت بين اطراف متصارعة في سوريا موضحا انه بعد الكشف الميداني من قبل الاجهزة المختصة تبين ان القذيفة التي سقطت هي قذيفة انارة ارتطمت بحائط المنزل ولم تنفجر ولكنها سقطت في فناء المنزل حيث كانت الاسرة تجلس هناك الشباب يجيون الى وديتهم عاصل حصيدة جيبنا الشعيرات هذول صوروهن شايف ورديت رجعت جيبتنا من اقل التبين كانوا معي الشباب اللي انصابوا نزلت التبنات ورد دار ووصلت لداري داري بجانبهم ما وصلت للدار الا ما ايش انفجر ما تقول لي صوت صاروخ دبابة او مدفع او قم بالزار وقيت بظهر السيارة وقيت على ظهر السيارة من حمو الصوت يعني لانا قريبة لو ما اجي تقيت الشباب المددين هون لدمهم حماياهم واصعبهم حوالي ثلاثة او اربعة ما ازيش كديش هموا الباقي والشباب معي بالسيارة يعني ما فيش دقيقة بينما نزلتهم ووديتهم ما فيش دقيقة يا دقيقة اي دكتين صارين في الجارة ومحل ما شفتوه اشتركوا في القناة